وفق مجلس النواب بشكل نهائي على عدد من مشاريع قوانين فضلا عن استعراض طلبات إحاطة بخصوص قطاع الأوقاف ومن جهتها أكدت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على توجيهات الرئيس السيسي بتحسين وضع الآئمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة العامة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله وخلال الجلسة العامة وفق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الجنسية وقانون إنشاء هيئة لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وعلى تعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المخطوطات وأيضا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب فضلا عن قانون إنشاء أكاديمية الشرطة الجلسة شهدت استعراض 125 طلب إحاطة وثلاثة طلبات مناقشة عامة و15 سؤالا برلمانيا بمجموع 143 طلبا وسؤالا عن قطاع الأوقاف إحنا محتاجين نكون أكثر تركيزا في مسألة تأهيل الوعاز والأئمة وعشان نقول تأهلهم بالشكل الكافي يبقى محتاجين نقول إن إحنا يجب أن نوفر لهم الحياة الكريمة بمرتبات يستطيعوا من خلالها مش بس الأئمة والوعاز أيضا العاملين داخل أروقة الأوقاف على مستوى الجمهورية معركة الأوقاف معركة مش سهلة معركة محتاجة جنود حقيقية محتاجين نكون أكثر تأثيرا أحب أشيد جداً جداً بالمجبودة التي تبزل في رمضان والدعوة خلال المطرة الفاتحة سنتحدث عن المساجد المساجد كان موجوداً المساجد كان موجوداً حاجة من الراحة النفسية للشعب المصري في خلال المساجد كلها فنشكر حضاك على المجبود وموجود دعوة وكمان المسابقات الدولية والتي تمت الحقيقة موجوداً ممتاز جداً بنشكر حضاك نشكر الوزارة عليه في مجال الدعوة إن مجال الدعوة ده المجال الأساسي لوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية معروف عنها من 2013 حتى الآن بمواقف وطنية حقيقية وملموسة للقاسي والداني ودعني أهنئ سيادتك قيادات ومشايخ الوزارة على الجهد اللي بوذل أثناء شهر رمضان المبارك خطبة الجمعة سيادة الرئيس هي من أكبر التجمعات الأسبوعية اللي بيحصل فيها نشر فكر ووعي ومساجدنا داخل المدن والقرى والنجوع والعزب هي منابر تنويرية لملايين المصريين من جهتها أكدت الحكومة أن 800 مليون جنيه من موارد وأموال الأوقاف توجه لتحسين أحوال الأئمة مشيرة إلى توجهات الرئيس السيسي بتحسين وضع الإمامة كما شددت الحكومة على أن مال الوقف هو ليس مالا عام بل مال خاص مطالبة مجلس النواب إقرار قوانين لتعظيم أموال الوقف وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات الهامة التي تخدم المواطنين وتسهل على الحكومة أداء عملها موسيقى